عندي كوسكوسي مغربي عندي لحبة غنمي مسلوقة ومتقطعة لكن انا هاملها سليمة جزر مكعبات وبطاطس مكعبات وكوسة زيها برضو مكعمص وبرضو حمص مكعبات طماطم ومجون طماطم ملأ زيت زيتون ملح وفلفل وكركم وشطة ومية حنقول باسم الله الرحمن الرحيم عندي المية بتغلي على النار عشان نسلق فيها اللحمة بتاعتنا فيها ابو كجرني بصل وجزر وطرفس ورق لورو ماشي يا عمي قادي بقى حبة اللحمة الغنم الحلوين بصة بشر كتة اللحمة عاملة ازاي شايفني يا صلاة النبي يا صلاة النبي اهي شايفة بشر حبة اللحمة حاملة ازاي ضل عداني اهو ونبدأ نشتغل احنا اتكلمنا عن زيت الزيتون ادي زيت الزيتون كده خلي يسخن شوية عندي بصل هنا هو ودي التوم حب تقرع عسل كمان كده حضرتك زي ما انت شايف ده البصل بعمل ايه بقى بنزل بحاجة اللي هي عمل لها صدمة عشان ما تسيحش وتتكسر مني مع السوس اهو ودي البطاطس خلي بالكم الحاجة دي من اول مرة نعملها كده بالطريقة الجميلة دي ده كركم شوية يلو بودر ننزيب الكوسة الجزر يا عمي مجدي صباح اللي هانا على ايبني كده اهو طيب حبة ملح ماشي دايما وحبة فلفل طيب قالي هتكسر لوني ازاي اهو انا شايف ان اجيب حالة كبيرة شوية عشان الم الليلة دي ودي الكوسكوسي هطفيه بالشربة دلوقتي ودي اللحمة الغنمي لازم اطفع عليه وهو سخ كده كده عشان ما ايه ما يكركاش مني اهو اهو ما تصالع على الحبيب يا باشا يفلفل اجي كده عالهادي اهو نجيب ده كده اهو ونغط عليه ونرجع لحمتنا تاني زي ما كانت شغالة اهو اهو موسيقى موسيقى